نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ومحافظة القاهرة إشاعة طلعت بتقول إنه حيكون فيه ارتفاع في أسعار تذاكر الإوتوبيسات الخاصة بهيئة النقل العام والنقل الجماعي محافظة القاهرة أكدت إنه ما فيش أي إصدار لأي قرارات في هذا الشأن وشدرت على إنه تم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أي شركة نقل حتقالف هذه التعريفة التعريفة المحددة للركوب طيب كل شوية إحنا بنلاقي إشاعة كده بتطلع وبعدين الجهات المقتصة بدورها بترد على هذه الإشاعة فالإشاعة الخاصة بمسألة زيادة التعريفة لإوتوبيسات النقل العام إشاعة خاطئة والدولة ردت عليها وقالت إنه أي شركة تخالف ده حيتم فسخ تعاقد معها